موسيقى 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 السلام عليكم وبركاته تحياتي لكم جميعا حبيت باش نتحدث هذه الأمسيات في الموضوع هذا المتعلق بمنع البوركيني هذا ما يسمى البوركيني في بعض الشواطئ الفرنسية واستعمال هذه القضية سياسيا في بعض المحطات التليفزيونية وفي بعض الصحف وحتى في المواقع ما يسمى التواصل الاجتماعي أولا على كل الجزائرية هو أن يطرحوا أسئلة حول هذا الموضوع هل ترى هذا النساء هم ملتزمين بالشرع الشرع الإسلامي لأن القضية هي تتعلق بالإسلام وبالمسلمين هل ترى هذا الناس هم ملتزمين بالشرع الإسلامي هل ترى هل ترى هذا النساء هذا لماذا في هذا الوقت بالذات لماذا نيس لماذا المسلمين والله لماذا لماذا المسيحيين رغم منهم نفس الحجاب فرق بين الحجاب المسيحيين والمسلمين هو الصالب لماذا لا يستهدف الحجاب المسيحيين يستهدف فقط الحجاب المسلمين هذه القضية البوركيني هي قضية مفتعلة وأرجح يبقى تحليل هذا أرجح بأن بعض من هذه المسلمات بين القوسين يعملوا مع أجهزة أمنية حبوا يديرون هذه القضية في وسائل الإعلام ويديرون فريقين كما مولفين لا يوجد فريقين لا يوجد فريقين لا يوجد لا يوجد نص نص في بلاد ترفع أشياء أرتاحها هي الحرية والعدالة لا يوجد هذى الناس لماذا يحوسوا على العفة ويحوسوا على الحشمة كيفاش المرة تخرج وحدها وإن راه راجلها وإن راه أهلها وإن راه مولادها تخرج إياه وتروح الشاطئ وإن أنه على بالهم الناس مغير الكفار والمشاركين ثم في بلادهم وكان جوا هذى الناس يحوسوا الحشمة في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وإن راه هالدولة مسلمة وشعب مسلم زعمه ومع ذلك الناس اللي يحبوا الحشمة ويحبوا العفاف يروحوا يشوفوا أماكن وين ما فيهاش اختلاط كثير أو ربما أماكن وين موجودين فيها عائلات ويروحوا ثم يتبحروا على رواحهم هذه جاية رايح الكنتال نيس على بل كموش هي نيس في فرنسا وقال لك واشي والناس هم جوا هالشرطة ومع ذلك هم جوا هالشرطة ومعرّوها قدام الناس ومع ذلك هم برونزية برونزة بالبوركيني ما الذي قال راهم هذه القضية مفتاح لها على بل كم راه الانتخابات الرئاسية على الأبواب في فرنسا وعلى بل كم راهوا فيه جناحة ويأيد في ساركوزي المفترض هو أنه الإسلام يخيرنا القراءة ويخيرنا مسلمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لماذا؟ لماذا هكذاك دون تثبت دون تبين وتروحوا هكذاك فقط هم يجروا فيكم البعض المستنقعات من أجل إظهار المسلمين على أنهم متحجرين ومن أنهم متخلفين ومن أنهم راهم هما ضد المرأة ومن أنهم راهم هما ضد السباحة ومن أنهم راهم كذا وتروحوا هكذاك تنجروا هكذاك دائماً وكايني الناس راهم مكلفين بمهمة راهم يخدموا مع الأنظمة سواء النظام الجزائري ولا المغربي ولا التونسي ولا كذا ومن بعد دائماً هم يستعملوهم هكذاك كغيطة يعني الأمة تنزف الآلاف من الضحايا في سوريا في ليبيا في اليمن الدول تحطم دولة بعد خطها والناس يوت للتونسة في البور امه تنزف التي الناس بالقصص انتا شاب خالد انتا اسمه هذه اكرام وهذه ذركة القاضية البوركيني وكل مرة المرة هم كانين بعض وسائل الاعلام دولية كل مرة يختاروا قضية ويحرشوا انتوحهم في وسائل الاعلام مختلفة وهم بارئين في هذه المسائل هذه والناس هكذا تجري دون تثبت دون تبين دون قراءة العواقب ماذا سيترتب على هذه المهارشات التي ستجري لماذا نيس ما على بالكم ما على بالكم لم ترى المجزرة هذه اللي وقعت هكذا وترى هكذا الناس قالوا راهوا المتهم راهوا بين هاوتي وراهوا بالليل اسلام هما يستعملوا في قضايا هكذا كل مرة يحرشوا ناس هكذا راههم في وسائل الاعلام المختلفة وهو ما يروحوا ينجروا وراههم كذا كوا يبدوهما يردوا منهم اللي يتبنى ومنهم اللي كذا علاش لماذا راه واضح المسألة من انه راههم ناس راه يحذروا راه يهيئوا كاينين بعض الضباط اللي راههم موجودين في فرنسا وموجودين في بريطانيا وموجودين في عدة اماكن راههم يخدموا مع هذه الانظمة وكاينين صحفيين راههم يخدموا معاهم هما يعطيوهم بعض المعلومات يعطيوهم بعض الاشياء ويحركوهم وفيما بعد متحالفين مع صحفهم مع القنوات الفضائية من اجل الصنع رأي عام حول قضايا معينة وانتنظك تبقاو في ردود الافعال عوض هو انه الناس تنتقل الافعال تقعد الناس تدير في ردود الافعال كل مرة هما يختاروا قضية ويخليهم الناس هكذاك هراء ترحي هم عراهم قاعدين يعقبوا ويديروا في الصفقات عندهم هم عراهم ناس مكلفين عندهم مئات صفحات في الانترنت والالاف من الصفحات عندهم عشرات القنوات وعشرات الصحف واحنا كاينين ربعة ولا خمسة من الناس والناس اعقبهم واحد هذا عاميل واحد هذا خائن واحد هذا راها تفعله جيهات واحد اكذا عوض هو انه تساهموا في الوعي العام عوض هو انه متنجروش يسيروه ناس هم اللي راهم قاعدين انا ميغيظنيش انا ذوق واحد لما ذوق واحد هذا ذوق قاوري اراه هو ذوق هذا ضد هذا البوركيني والله من حق وراه في بلاده اراه هو عنده ثقافة انتاعه عنده الادبيات انتاعه اللي يراه يمشي فيها راي يشوف فيك انتا بلي رك ديرانجي فيه راي يشوف فيك بلي انتا كيفاش هم اللي كانوا يحاربوا فيك في بلادك كانوا يقلبوا في المساجد كنائس صارت انتا تجيليهم انتا الفرنسا الاجل باش انت تشيري كنيسة و تدير فيها مسجد هم راهم يدفع على بلدانهم ولكن انا هذا الاغبياء اللي راهم هما حاملين الشعارة للمسلمين والاسلام و تديرين راهم يدفع على المسلمين ماشا في فرنسا ولا عاش فيها اربع ساعة ولا التقى بفرنسيين ولا احكى معاهم وقاعد هكذاك فرنسا العنصرية وقاعدين وكذا والاستعمار ومعلا بليش واشي وقاعدين امه تنزف دماء تسيل كالانهار في سوريا وانتوما قاعدين لاتين بالبركينيا هذا هو الشرف انتاعكم ما راكم تشوفوا في العرا في ججل ما راكم تشوفوا في العرا في بجايا ما راكم تشوفوا في العرا في وهرن وفي مستغانم وفي نادي الصانوبر وفي سيدي فرج وفي تبازع في زيرالدا ما راكم تشوفوا فيه الناس تمشي على الشريعة الاسلامية عائلات قسم من بالله العلي العظيم غير ابا يديوا ابناتهم ويديوا انساهم ومتعريين انتم تهدروا على الشرع انتوما تهدروا على الاسلام انتوما وغاذوكم ذرك هذو مانيش عارف انا وشكون شكون اللي يعرفهم فيكم هذو غاذوكم ذرك غاذوكم الحل انتاع المسلمين شكون اللي خرج هذا الالاف المؤلفة اللي خرجت لفرنسا ورحت للمريكان ورحت لبريطانيا أليس الظلم أليس الحجرة أليس التهميش أليس البطالة شكون اللي خرج هذا الالاف المؤلفة تحكييونتو علي الشرع ما كنتوش تهظوا في الآئمة ووتقتلوا فيهم ما كنتوش تهظو اتقلوا فيهم وتulousUh وتGIختلوا فيهم ما كنتوش تروعوا فيهم ما كنتوش تروعوا في الاطفال ما شفättوش ما شفتوش الذي يحدث في مصر. لا شفتوش الذي حدث في تونس. والان قال لك هو شيء قال لك رامي دافعوا وسيدي على المسلمين وعلى المسلمات. انا لا اتحدث على الناس الواعيين. اللي رامي على بالهم حتى اذا كانوا هما يثيرون القضية. رامي على بالهم مش رامي يديروا. رامي يضربوا على الوطر الحساس. وعلى بالهم بروحة مش يديروا. انا راني نقصد هذا الاغبياء. هذو اللي رهم ذركة. صاروا طامة. صاروا عبئع للامة. صاروا ديرين هذا الاسلام ديرين وراهينة. كأنهم هم المسؤولين عليه. ما كنتش تقولونا وكنتو تقرر فينا من انه اذا اراد الله ان يهلك عبد النزع منه الحياة. هذه المرأة اللي تخرج. بدون علم الرجل انتاحة. هذه اللي تخرج هي او تروح للشط. وقاعدة مع الكفار والمشريكين ثمه والناس راها تشرب. والمحرمات اللي دارها ربي كلها راها ثمه. هم رام في بلادهم. وش راحين ديرو عندهم؟ هم رامي قلوب لي هذا استفزاز. هذا اذا كانت هذا الاسم وهذا النساء ذو رام حقيقة. واذا كانوا رام مبعوثين. واذا رام مكلفين بمهمة. انتم علاه. لماذا الانسان ما يتثبتش. لماذا الانسان ما يبحثش في هذا القضية. وحتى اذا كانوا بناء قناعة يبنيها على الصح. علاش تتبنوا في اشياء. غير هما يثيرها في وسائل الاعلام. والناس تجري وتتبع. وفيما بعد. الناس راها تدفع في الثمن. الناس قاعدة تسب. ونس راها تدفع في الثمن. خرجوا فيهم الخدمة. ويمنعوا فيهم الخدمة. كانين اللي راح يلقوا صعوبات في السكن. امتاعهم في كذا. وهما قاعدين اللي هيه. يشوفوا في العراق قدامهم. بل في الدياثة. وديرين الروح يدفعوا المسلمين في فرنسا. يا خوتنا. افطنوا. يا الامة راها اضيع. افطنوا. خوتكم راهم يموتوا في سوريا. خوتكم راهم يتذبحوا في ليبيا. هائلات. توبات. وشي هو الاولى? الاولى هو وقف انتاع الدماء. الاولى هو التصالح بين المسلمين. ولا البوركيني. وشي هو الاولى? غير فهمونا يرحم مولدكم. هذي فكرتنا في القضية هذي كنتاع ذاك. قتل الحسين عليه السلام. راكم تعرفوا القصة ربما. نذكر بها ربما. اخوة والله كان ربما ناس ما يعرفوهاش. قتل الحسين عليه السلام. وراحوا الامام يسئلوا فيه. يا هل ترى القتل انتاع الذبابة. حلل والله حرام في الجمال. هذي هي. ام كاملة تباد والناس لا تياع البوركيني. حشمة. غرلو كان جاء عندكم الحشمة. وجاء عندكم الحية. حاش الشرفاء. وحاش الرجال المخلصين. وحاش الرجال. وحاش الأحرار. سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. اذا كان فعلا حبيته الخير للاسلام. وحبيته الخير للمسلمين. وقفوها الدماء. اللي راها تجري. دماء كالامهار. وقفوها. في سوريا. وبإمكانكم. هذه الاوقات اللي راكم تقضيوا فيها في الفيسبوك وفي اليوتيوب. مثل ما راكم تقضيوا في الأوقات اللي راكم في هذه الأشياء تافيها. قادرين تلعبوا دور في التوعية. قادرين تلعبوا دور في التحسيس. قادرين تسخروا هذه الفضاءات هذه. من أجل على جل باش توقفوا الدماء. قادرين. وقادرين توقفوا سد مانيع. أمام هذه الناس اللي راهم دورك هما يتربصوا يتربصوا بالأوطان ويتربصوا بالشعوب. قادرين. ولكن للأسف الشديد. كي الناس اللي راهوا اطمصلهم ربي على قلوب انتاهم واطمصلهم ربي على العيون انتاهم. وكينين الناس اللي بالجهل انتاهم. وبالساذاجة انتاهم. وبالفكر المحدود انتاهم. راهم طايحين في هذا الفخ انتا هذا الناس. وهما راهم قاضيين صوالهم. الحمد. هما راهم يحذروا. راهم يخدموا. راهم يخدموا. راهم يخدموا في الأوطان انتاهم وراهم يبنيوا فيها. واحنا للأسف الشديد هو انه الناس راها قاعدة ترحي في الماء. اطلب من كل اخوة والاخوات هو انه ترفعوا من المستوى هذا اللي راح موجود في الموقع انتهى اليوتيوب وفي الفيسبوك. والله العظيم يانا مرات ناس قاسا من بالله. غير نشوفوا كأنه مستشفى انتهى مجانين. تفاهات على الناس لا تيادها. توضع فيديو فيه قرض يشتح. الدنيا تتقلب. ومواضيع اللي المفترض هو انه الامة تركز عليها من اجل النهوض. خليني عليهم. قاعدين تدعموا في الرداءة. قاعدين تدعموا في الناس الناس اللي يراهم يحطموا فيكم. وللأسف شديد الناس اللي يراهم يدافع عليكم. قاعدين تدعموا ضدهم. بل انتم اللي يراكم واقفلهم في الطريق. المهم. انا شخصيا واعوذ بالله من كلمة انا. اقسموا بالله على المصحف الشريف. لو لقيت ناس اللي يراهم يتكلموا. والله العظيم غير نغلق اللي كنت انتواعي. والله لو كان يلقيت ناس راهم واعيين وراهم فاهمين. وشي شي اللي يراهم يصرع وراهم قايمين باللازم. والله ما نتكلم. للأسف شديد الحرقة منتع البلدية اللي راها تدفع فينا على جل باش مرة على مرة نطلع عليكم. وربما اذا كان قاتل الامر كما راها. را يأتي نهار ربما. وانو الانسان يتوقف. والله يسهل. كيف يقولوا في البلاد هذيك اللي لا اعرف كيف يجيبوها. اللي لا اعرف كيف يجيبوها. لا اعرف كيف يجيبوها. زد لها فيلا واحد اخرى. ربي سهل عليكم. هذا مكان. تحياتي لكل الشرفاء. تحياتي لكل الناس. اللي راهم يبكيوا على البلاد. راهم يبكيوا على الامة. ولكن الله غالب. ما في يدهم شي. ما عندهم لا اموال. ولا عندهم معرفة بهذه الوسائل. الانتاع الاعلام. راهم قاعدين فقط تمساكن. حتى منهم حتى اللي عاد جزاء التعليقات. ما يعرف يكتبه ولا اسمه. ولكن قلبه راوي تحرك. للأسف شديد. هذا الكتاب وهذا الشعراء. اذا ننهاره يقول. هما ملتين الناس بالقصص انتاع الغرام. وما تذبح. وما تدمر. وهما قاعدين. اللي بتيوا فيها بالقصص الغرامية. وقاعدين اللي بتيوا فيها بالمواضيع هذه. انتاع. ما تحت السرة وانتاع. الفروج والبطون وانتاع كذا. اطلم من كل اخوة. والاخوات المخلصين والمخلصات. هو انه ما تنسوناش. ما تنسوناش على الاقل بالدعاء انتاعكم. تحيتي لكم جميعا. والسلام عليكم.